بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حسن مصطفى ودي سلسلة التحاليل من قناة الدعوة الاسلامية ايه الاغبار قصيحنا تقريبا كده بقلنا كم حلقة ولا منشرب قهوة ولا شاي ولا حاجة خالص بس يعني مش هقولك برضو عمل قهوة ولا شاي ركز معي يعني ما فيش وقت احنا جايين نهزر قهوة شاي ايه اصلي على حبيبك كده وركز معي احنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن يعني ايه الاعجاز العلمي وهل فعلا فيه اعجاز علمي ولا لأ وهل القرآن مقتبس المعلومات العلمية دي من مصادر بشرية ولا هو وحي فعلا من عند ربنا عز وجل ودللنا انه وحي ولا يمكن يكون كلام بشر او من مصدر بشر فالنهار ده ما ان شاء الله هنتكلم مع بعض شوية كده عن الاعجازات العلمية اللي موجودة في القرآن وهنشوف هل هي فعلا اعجاز علمي ولا لأ ولا مجرد اللي هو تركيب معاني عشان نوفق القرآن مع العلم وهنشوف المصادر العلمية مع بعض وفي نفس الوقت هنشوف التفاسير القديمة القرآن الكريم اللي هي قبل وجود العلم الحديث نفسه فايه بقى فهذه ساعتك تسمعني شوية ولا لسه هنهزر كتير طول عمرنا بنسمع كلمة انت عندك كم سنة هو عنده كم سنة هي عندها كم سنة لكن عمرك سمعت حد بيقول الارض عندها كم سنة مفيش عشان مفيش حد بيهتم بالارض يا اخوة مفيش حد همه الارض واللي اهتمام ما بيتطلبش وانا قررت اهتم بالارض هي الارض عندها كم سنة يعني بمعنى يعني الارض دي بدايتها كانت امتى وازاي بصوا الله والعلم الحديث بيدينا ثلاث معلومات مهمة جدا عن الارض اول معلومة هي ان الارض والسماء والكون نتيجة الانفجار الاولي او بمعنى تاني الانفجار العظيم وأن الأرض تكونت من المادة الأخيرة من عمر الكون المعلومة الثانية هي أن عمر الكون كله حوالي 13.7 بليون سنة المعلومة الثالثة هي أن عمر الأرض الوحدها حوالي 4.5 بليون سنة الغريب بقى أنك هتلاقي المعلومات دي في الكتاب اللي جنبك ده اللي هو الكرآن الكريم دعنا نشوف حاجة حاجة كده وما نستعجلش بالنسبة لأول معلومة وهي أن الأرض والسماء والكون تواجد من الفجر العظيم قال تعالى في سورة الأنبياء الآية رقم 30 أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وهنا النص واضح جدا أن السماوات والأرض كانوا قطعة واحدة مدى واحدة وحصل انفجار وانفصل كل حاجة عن الثانية دي بالنسبة لأول معلومة طب بالنسبة لعمر الكون هنلاقي أن البساطة ربنا الجل بيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر احنا كنا نتكلمنا قبل كده في حلقة لها حلقة خلق السماوات والأرض عن معنى ستة أيام وشرحنا ده بالتفصيل فمش هنعيده تاني فيعني اختصارا للوقت با مش هنعيده تاني والمعنى باختصار ستة أيام يعني ستة مراحل زمنية طيب هنا بقى هنوصل من سؤال هي مراحل الخلق دي كانت ايه يعني كل حاجة تخلقت في زمن قدره قد ايه ومن قبل التاني هنا هنلاقي قوله تعالى واضح جدا قولها إنكم نتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين يعني الأرض هنا تخلقت في يومين من الستة أيام واحدة واحدة كده عشان ما تلغبطش مني يومين من ستة أيام يعني مرحلتين من ستة مراحل زمنية طيب نكمل الآية رب العسجلة بيقول وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين خلي بالك بقى هنا وركز معي أول رب العسجلة قال في الآية الأولى خلق الأرض في يومين خلق بعدها قال وقدر ما قالش وخلق لأن مدة الخلق اللي هي أصل المدة الأصل الأولى للأرض كانت في يومين فهو خلق الأرض خلاص في يومين اكتمل خلقها خلاص كده لكن علشان الكوكب ده يتهيئ لحياة الإنسان هنا بقى من روح للآية تانية اللي هي قدر فيها وبارك فيها وجعل والكلام ده كله طيب طبعا موضوع في أربعة أيام دي تحنا تكلمنا فيه قبل كده إن ده مش معناه أن هم يومين وبعد كده أربعة بعد كده يومين اللي هم تمانية لا هم يومين وبعدهم أربعة الأربعة دول من ضمنهم اليومين الأولانيين يعني مثلا زي ما كده أنا بقول لك خد جنيه وخد كمان جنيه كده معك كم اتنين جنيه وخد بقى دول كمان اتنين جنيه كده انت معك كم اربعة جنيه هنا مش عشان قلت دول اتنين في الاول بعد كده في التانية مرة قلت اربعة يبقى كده ل Sket EUM مجموعهم ستة لأ اولا بقول لك أتنين من ضمن الاتنين الأولانيين فمجموعهم يساوي اربعة فيمتعم سي Livro ففيقيا نفس الفكرة يعني ربان جل هنا بيقول عن خلق الأرض في يومين في يومين وبعدها بقى بيكمل قولية تعالى وبيقول وجعل فيها رواسية من فوقها وباركة فيها وقدر فيها اقواتها كل ده مع الخلق بيسوي كام في اربعة ايام لكن مدة خلق الارض نفسها قد ايه في يومين تمام طيب كده هنطلع بنتيجة ان القرآن بيقول ان لمدة خلق الارض اللي يال من مادة الاصل مرحلتين من ست مراحل او يومين من ستة ايام يعني بنسبة اتنين الى ستة حلو حلو طيب احنا دلوقتي عاوزين نعرف مدة خلق الارض دي تقدي ايه من مدة خلق الكون فهنقسم مع بعض كده مدة خلق الارض اللي هي اربعة ونص بليون سنة على مدة خلق الكون اللي هي تلاتاشر وسبعة من عشرة بليون سنة شوف كده هتطلع معاك كم هتطلع معاك النسبة اللي تطلعت لك دي التلت بمعنى ان الارض دلوقتي كده مخلوقة في تلت عمر الكون يعني بنسبة واحد الى تلاتة او بنسبة اتنين الى ستة تعالى بقى نشوف النص القرآني مع بعض هنلاقي ربنا عز جل بيقول عن مدة خلق الارض الذي خلق الارض في يومين ومدة خلق الكون ربان جل بيقول الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام يعني يومين من ستة يعني نسبة اتنين الى ستة او بنسبة واحد الى تلاتة تلت عمر الكون فكرك الدقة دي صدفة تعالى بقى كده لشوية اعتراضات بتتقال لما احنا نبدأ نقول الاعجاز ده اولا بيقول لك ان انت بتفسر حسب العلم الحديث فليه مثلا المفسرين القدماء مفصروش كده او ما فيهموش كده وهنا اقول لك ان ده تقريبا اقدم تفسير ممكن تشوفه التفسير ده معلم مش تفسير انا مش حسان مصطفى هو ولا ايله التفسير ده يا صديقي بيرجع لابن عباس رضي الله عنه يعني من ايام الصحابة وطبعا مش محتاجة اقول لك بقى ان ابن عباس لقد من الصحابة بترجمان القرآن وحبر الامة والكلام ده كله وعشان تصدقني هبسطها لك على الاخر ده على كده نقرأ تفسير ابن عباس مع بعض ابن عباس رضي الله عنه بيقول خلق الارض في يومين خلق الارض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين اخرين ثم دحى الارض ودحوها ان اخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والاكام وما بينهما في يومين اخرين فذلك قولي تعالى دحاها وقوله تعالى خلق الارض في يومين فجعلت الارض وما فيها من شيء في اربعة ايام وخلق السماوات في يومين ده قول ابن عباس وكلام ببساطة بيقولك ان خلق المادة الاصل للارض كانت في يومين اتنين يعني الارض فعلا اتخلقت في يومين بس وقدر فيها اقواتها وبارك فيها كل ده اللي هو يعني حيقها للحياة في اربعة ايام بص ركز بس معاين في النقطة دي الله يبريك لك عشان انا اتعبت اللي اربعة دول اللي هم مدة خلق الارض اللي اربعة دول مش مدة خلق الارض مش مجموعة خلق الارض اصلا لا هو خلقها في يومين بنص القرآن لكن الاربعة تانين مجموعة تهيئتها للحياة زي مسلا انا بقولك بالزبط انا بنيت عمارة في شهر وتشطبت وسكنت في عشر شهور ده معناه انها تبنيت تمام خلاص في شهر واحد لكن عشان اخلي الناس تسكن فيها وشطبها وهيئة هلسا كان خادت تسع شهور كمان فده كلام ابن عباس رضي الله عنه ان مدة خلق الارض نفسها في يومين وده على فكرة مش كلام ابن عباس بس ده كلام ابن عباس واللي بعده كمان من زي ابن كثير وقتادة والبغوي وابن عشور وغيرهم فاني عشان بس ما تقوليش ان انا بفصر بحسب العلم او بفصر بما زيكي طيب انا عارف انك وصلت دلوقتي لمرحلة من بداية اللغبطة من كتر الكلام بس معلش انا بسطلك الموضوع الاخر باختصار جدا وبعد كل الشرح دوت الموضوع في كلمتين بداية الكون علميا بالانفجار العظيم كرانيا رباه جل بيقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتها رتقا ففتقناهما مدة خلق الارض علميا اربعة ونص بليون سنة من مجموع مدة خلق الكون تلتاشر وسبعة من عشرة بليون سنة يعني بنسبة واحد الى تلاتة او بنسبة اتنين الى ستة مدة خلق الارض كرانيا الذي خلق الارض في يومين من مجموع الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام يعني يومين من واحد الى تلاتة. او بالنسبة اتنين الى ستة. تهلي بالاختصار ده الدنيا وضحت عندك اكتر. نخش بها للي بعده. ايه? زهقت? لا 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 ده لسه بادري. احنا في اول اليوم ما لك في ايه? هنكتبني ولا ايه? رح اشرب كده مية وابلع المعلومتين اللي قلناهم وتعالى كمل. طيب احنا دلوقتي بقى هنتكلم عن الامر. والله انت اللي امر. لا لا مش انت. احنا هنتكلم عن الامر. اه يعني اللي هو احنا اهتمنا بالارض وعد ميلادها. هنسيب الامر يزعم ما ايه? ما ينفعش. وبعدين ده هنطول النار بنقول ده امر وانتي امر. لا خليناك ده امر بس. مهم. احنا هزرنا كتير. ممكن نتكلم بقى بجد شوية? ربنا عز جل تكلم عن الليل والنهار. لأ قبل ما ابدأ انا عايزك تركز. لا بجد والله هيركز هي. سيبك من اي حاجة حواليك وركز معي. ماشي? ربنا عز جل يقول واجعلنا الليلة والنهارة ايتين. حلو. حلو. يعني اللي اتنين دول ايات. فمحونا اية الليل. طب ايه هي اية الليل? الامر. معروفة يعني. ايه اللي بيظهر بالليل الامر? محوناها دي بقى معناها ايه? لما اقول لك مسحت بالاستيجة. ده معناه ان كان فيه رصاص هنا مسلا او حاجة او انا مسحته. ولو ما فيش حاجة مش هقولك مسحت. عشان ما فيش حاجة مسح اصلا. فهنا انا بقولك فمحونا اية الليل. يعني محونا القمر. طيب مسحت ايه بالزبط من الامر? رصاص? لا. لو كملت الاية كده هتلاقي ربنا عز جل بيقول واجعلنا اية النهاري مبصرة. الاتنين ايتين. مسح واحدة والتانية فضلت مبصرة. فده معناها ان الاولى كانت زي التانية مبصرة. واتمسح تبصرها فاصبحت ليل. يعني الشمس والامر كانوا مبصرين مضيقين متوهجين. فمسح الامر وجعل الشمس كما هي مبصرة. انت عاوز تقول لي ان الامر كان زي الشمس? وبعدين بقى مظلم. وعكس للضوء فقط? لا والله مش هلا اللي بقول. ده اوضح معنى للآية زي ما اوضحت لك دلوقتي. اه ايش تا ايش تا ما يكون لها بقت بتفسر بقى خلاص دلوقتي هنقول رواح حسن مصطفى وفسره حسن مصطفى صح? لا والله برضو والتفسير ده مش تفسيري اصلا. دعلك هنشوف تفسير الصحابة نفسهم. ومن اشهرهم ابن عباس برضو رضي الله عنه اللي هو حبر الامة وترجمان للقرآن زي ما احنا عارفين. ابن عباس رضي الله عنه بيقول كان القمر يضيء كما تضيء الشمس. والقمر اية الليل والشمس اية النهار. وعندين بيذكروا بيقول فمحاون اية الليل السوادى الذي في القمر. يعني حسب القرآن وحسب تفسير كبار مفسر القرآن من القدماء والمعاصرين. الامر والشمس كانوا مضيقين زي بعض. ومع الزمن والوقت تم محو القمر تماما وما بقاش مضيق زي الشمس. وبقى مجرد كوكب عاكس للضوء الشمس. طب العلم بقى ايه رأيه في الموضوع ده? الحقيقة ان العلم الحديث اكتشف وجود اماكن منصهرة على سطح الامر فعلا. ودلوقتي هي متبردة بعوامل الزمن والجو. يعني الامر كان كتلة متوهجة زي الشمس بالزبط في عمره الاول. وبعدها اتحول لكوكب مظلم مجرد عاكس للضوء فقط. وفعلا ده رأي العلم دلوقتي في عمر القامرة الاول. ولعا اتأكد اكتر واكتر هتلاقي فيديو على اليوتيوب من وكالة ناسة العالمية باسم طبعا سيادتك هتكسل تشوف الفيديو فانا اجبتولك لحد عندك. تشوف الفيديو فانا امشان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن القمر في بيئة صحراوية من 1400 سنة الا الذي خلق القمر بس يا سيدي شكرا للحسن استمع سناني بقى في الحلقة الجاية كلها كم يوم يعني ها? نتحولش عن هنا خليك هنا لعي بقى مرة الشيخ محمد طلع انا طلعت يعني خليك والله هتتبسط معنا في القناة والحاجات اللي تحت تدوس عليها بقى شير ولايك كده وزبطني صحوالي